الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأبوة الرحمن الرحمن الرحيم كيف يكتب لك كل ليلة قيام خمس ليلة أو أكثر من خمس ليلة في ليلة واحدة وبعمل يسيرة بعمل يسيرة أولا تشهد صلاة العشاء في جماعة لو شهدت صلاة العشاء في جماعة يكتب لك قيامه نصف ليلة تانية حاجة تشهد الفجر في جماعة ولو شهدت الفجر في جماعة يكتب لك قيام ليلة كاملة وأنا بينتلك معنى كلمة قيام ليلة كاملة قيام ليلة كاملة مش زائق معناها أنت وقفت على رجليك طول الليل ما نمتش لغاية صلاة الفجر بتقرأ القرآن ولو تركوا أن السواب ده يزيد في ميراسك عام القيامة أكثر من ألف مليار كيلومتر مربع في المساح ولتركوا الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حديثا عظيما من قام في ليلة بعشر آيات لم يقتع عند الله من الغافلين ومن قام بمئة آية كتبة من القانتين ومن قام بألف آية كتبة من المقانترين فسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله ما القنطار قال له القنطار ألف ومئتان أقية والأقية خير مما طلت عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض يعني كأنك تصدقت الأقية دي كأنك تصدقت بكرة أرضية كلها العماء قاله إيه لأن الأقية دي الأقية فضية دي عملة عملة نقدية كانت يتعامل بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الدراهم الفضية والدنانيل الزهبية فالأقية دي الأقية دي وزن أو مقدار من الفضة فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله أقية الوحدة خير مما طلت عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض ما معناها إيه كلام دا ما معناها كأنه واحد عنده كرة الأرضية كلها وتصدق بيها طيب اللي هي دعب الله عليكم واللي بتصدق بالكرة أرضية كلها ربنا يعاوضوا في ميزان ودقيهم الأيام ربنا يعاوضوا في ميزان يعاوضوا يعاوضوا بأكتر منها في المساحة يعني الفطالة دي واحد عنده حطة أرض مساحية تامية فدان عملة وقفة لله لا يدي له اكتر منها في الجنة طب واحد عنده كرة ارضية كلها ما يساوي الكرة ارضية كلها وطلحها لله عارفين بصحة كرة ارضية كلها دي نصف مليار وستة وستين مليون كيلو متر مربع طب بدرب الكلام ده في الف ومتين ده اكتر كمان يبقى اللي بيصال يزفاجر في الجامعة عربنا يزيد وفي ميراسة اكثر من 500 مليار او 600 مليار كيلو متر مربع عارفين ليه لان سيدنا عثمان ابن عثم قال لان اش قال صميعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من صلى من شاهد او صلى صبح في جماعة كان كمن قام الليلة كلها خلي بالك في فئر كبير من انت قتم لك قيام الليلة مجازا وزي ما حابقين لكم دلوقتي وان انت كانك وقفت على جيك تولي الليل في فئر كبير جدا بينهم فانت ممكن الكتاب لك قيام الليلة وتقتم عند الله من القانتين لو انت صليت بمية قاية وده بتاخدش منك عشر دقايق بتاخدش منك عشر دقايق ازاي؟ من قام بمئة اية كتبة من القانتين وفي حديث ثاني الصحة والامام الالبابي من الالباني قال عليه الصلاة والسلام من قام في ليلة بمئة اية كتبت له بها قنوط ليلة قنوط ليلة يعني قيام الليلة اللي انكلمة قنوط معناها الوقوف الطويل لله سبحانه وتعالى القنوط معناها الوقوف الطويل وهتكتب عند الله من القانتين في الملائكة تكتبك عند الله من القانتين يبقى هتكتب عند الله من القانتين وتقت قيام الليلة بحالها بس طبعا قيام الليلة بحالها مجازا لكن اللي صلي صبح في جماعة هياخد قد السواب ده الاف المرات اللي احنا نسألينه دلوقتي فيبقى انت لو يبقى انت يبقى نص ليلة بالعيشة قيام الليلة بحالها خلي بقى لكم ان فرض واحد وصليه في المسجد يساوي حجة تامة اللي بيت ليلة الحرام وصليته فجر في الجامع هكتب لك مش قيام الليلة بحالها بس ازا ما احنا قلنا دلوقتي لا ده انت هتاخد افضل بكتير من القانتين ليه ليه لان الف اية الناس احسان بيقول من قام ب الف اية كتبا من مقنطرين قلنا ان القانتين بيساوي الف ومتين اوقية الاوقية خيره مما طلعت عليه الشمس يعني اكبر من مساحة الكرة ارضية كلها لك انك تصدقت من مساحة الكرة ارضية كلها طب يعني طب صلاة العشة فضلها صلاة الفجر فضلها اعظم كتير لان انسان مننا ممكن يقرأ الف اية لو قرأ المفصل لو قرأ اصول التبارك جزء تبارك وجرء وجزء عامة في ساعة ونص طب احنا بقول ان صلاة الفجر في الجامع افضل مش من انت تقرأ الف اية افضل من انت توقف على رجلة طول الليل طب الانسان لو وقف على رجلة طول الليل منامش يقرأ كم اية لان سيدنا عثمان ابن عفان والحديث صححه الامام السائب كان بيقرأ القرآن كله في رقعة واحدة وكان بيوقع في الحرم بعد كده ما يطلعش من الحرم من غاية ما يصلي الفجر السواب سيدنا عثمان ابن عفان لما بيصلي الفجر في الحرم افضل من السواب اللي خده لما وقف على رجله طول الليل وهو خليفة وعمره تخطى تمانين سنة وقرأ القرآن كاملة من الاول الاخير شوفوا عشان تعرفوا اللي بيصلي الفجر في الجامعة بيخسروا ايه في السواب خسارة فادحة سيبكي عليها دما يوم القيام بساطة الفجر في الجامعة تزيده في مئة راسك قد الكرة الارضية كلها ألف مرة أكثر واشتغوا عند الله افضل من القنطار افضل من القنطار افضل من اللي يقف على الجليه يقف على ألف آية لان انسان الواحد مننا في زماننا ده ممكن يقرأ تلات تلاف آية لو فقط يقف على الجليه طول الليل ما انا مش مش هيقدر يقرأ القرآن كله زي سيدنا عثمان لكن يقدر يقرأ نصف القرآن او عشرة اجزاء يبقى انت بعمل بسيط جدا صلي العشة في الجامعة اكتب لك قيام نص ليلة صلي الفجر في الجامعة قيام ليلة بحالها وتكتب وتكتب مع الضلام وتاخد افضل من القنطار وتشوفها تزيد في مرأسك قدية في الجنة لو صليت بعد العشة اربع ركعات متصلات اريد فيهم صورة الواقعة او اريد فيهم صورة الاخلاص تلاتين مرة اقول لكم ليه تلاتين مرة هتكتب لك قيام ليلة هتكتب لك قيام ليلة بس طبعا دي بايزاي بايزاي القنطار وبايزاي اللي بصلي الفجر في الجامعة لك هتكتب صحاب عظيم هتكتب قيام ليلة مجازة لان ما قام في ليلة مئة اية كتبت من القانتين وفي رواية تانية كتبت له قنوط ليلة قيام ليلة بس هتكتب قيام ليلة وفي رواية تانية كتبت من قام الليلة كلها في صوت الفجر طب الصلاة دي تاخدت دقيق دي بتاخدش سبعة تامن داعة عشر دقيق طب ان ايه يقول لكم ارقوا صورة الاخلاص ثلاثين مرة لان ايه قراءة صورة الاخلاص ثلاثين مرة ايصر من قراءة صورة الواقعة يعني صورة الواقعة ثمانية وتسعين اية واح تقرأ الفاتحة اربع مرات يعني انت كده قرأت اكثر من مئة اية لكن انت لو قرأت صورة الاخلاص ثلاثين مرة في اربع ركعات بس متصلات ليه متصلات لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث وهذا الحديث روية بأسانية صحيحة عن الصحابة من صلى اربعة بعد العشاء لم يقطعهن بتسليم او في رواية بتسليمة واحدة كما روية عبدالله بن وسعود كنا بعدلهن ليلة القدر يعني كأنك صليت الاربع دولية السبعة والعشرين من رمضان وده نقدر نسميها سنة ليلة القدر يبقى تصلي الاربع ركعات دولة بعد العشاء تقرأ صورة الاخلاص ثلاثين مرة او تقرأ صورة الواقعة يعني مهم انك تتخطر مئة اية الكتاب لك قيام ليلة طب ليه انا بقولك اقرأ صورة الاخلاص لان انت لو قرأت صورة الاخلاص ثلاثين مرة هتبني ثلاث اصول في الجنة ثلاث اصول عظيمة في الجنة وهتقض صغير بقراءة القرآن عشر مرات كأنك ختمت القرآن عشر مرات لان كل ثلاث مرات تقرأ ثلاث مرات تقض اجر قراءة القرآن كاملا الحديث الصحيح الذي قال للرسول الله من منكم يستطيع ان يقرأ ثلثة القرآن في ليلة قال رسول الله ومن يتيق ذلك قال من قرأ كله الله احد فقد قرأ ثلثة القرآن وقال عليه الصلاة والسلام من اصح مرسيل سيدنا سعيد بن موسيب وتقبل العلماء وتصححوا العلماء وصححوا الإمام الألباني من قرأ كله الله عشر مرات حتى يختمها من قرأها عشرين مرة بلن له له قصرين ومن قرأها ثلاثين مرة بلن له له ثلاثة قصور فسيدنا عمرو الخطب قال إذا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيب فبقى أنت لو قرأت ده في حديث رأاه الإمام السيوطي ذكر الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور بالتفسير بالمأسور في الفضاء العظيمة اللي إكثار من سورة الإخلاص يعني اللي بيقرأ سورة الإخلاص على وضوء كوضوء الصلاة مئة مرة بيبدونه مئة أصر بس خلينا في السواب الأقل لأن بعض الناس بيستكسر فضل الله سبحانه وتعالى يبقى أنت في سبع دقائق في سبع دقائق بعد سواة العشة في الأربع ركعات دول يتكتب لك قيام ليلة وتبني ثلاث أصور وكانك ختمت القرآن عشر مرات وانت بتصلي يبقى أن لو صليت العشة في الجامعة قيام لس ليلة صليت الفجر في الجامعة قيام ليلة بحالها تصلي أربع ركعات بعد العشة بالطريقة اللي احنا قلناها من دول متصلات لا تسلمش إلى في الآخر كأنك تصلي عشاء أو صلي زهر يعني لا تصلي ركعتين أو ركعتين أو أربع متصلات وحاول لا تتكلمش من صلاة العشة أو من الأربع ركعات هكتب لك قيام ليلة بكده ليلتين ونص ما هو العمل الثالث الذي يمكن أن أقوم بالكتب لي فيه قيام ليلة؟ تقرأ خواتيم سورة البقرة خواتيم سورة البقرة خواتيم سورة البقرة بقيام ليلة إذا قرأت في رواية مرة واحدة وفي رواية مرتين والأفضل من الأحواط نحن نقرأها مرتين ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قوتيته خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهما نبي قبلي وقال عليه السلام من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه العلماء قالوا ستك أقوال في هذه الجبلة بعضهم قال كفتاة قيام الليل وعشان كده قالوا أنها تعدل قيام ليلة بعض العلماء قالوا أنها تسوي قرأة القرآن كله طول الليل ليه؟ لأنها تعدل قال عليه السلام فتح بابهم في السماء لم يفتح من قبل ونزل ملكهم من السماء لم ينزل من قبل معه خواتيم معه سورة الفتحة ومعه خواتيم سورة البقرة هنقول أنها ربنا ادهاله من الكنز تحت العرش من ذلك سيدنا أعلم أبي طالب كان يقول أن لم يعقل يعني ما عندهوش مسحة عقل اللي تعدي ليلة واحدة عليه ما يقررش في خواتيم سورة البقرة طب إيه اللي بيخاليه يقول لكم أنها تسوي قيام الليلة؟ حديث عبدالله ابن سعود الصحيح أنه قال من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاة قيام الليل وفي رواية صحيحة ذكرها الإمام الطبري اللي بيقرأ خواتيم سورة البقرة مرتين أجزاءاته عن قيام الليل فالعلماء قالوا ستة أقوال قالوا أنها تكفي أعين الجن والإنس تكفي السحر بعضهم قال تكفي الشياطين وبعضهم قال كانوا قاعد يقرأ وبعضهم قال لي يخد من السواب اللي يغني عن أي حاجة نزالك سيدنا عالبي طالب قال اللي بتعدي على إله بيقراش خواتيم سورة البقرة بيقراش خواتيم سورة ألي عمران من سورة ألي عمران من سورة ألي عمران طب لماذا؟ ما هو دليل اللي صحح الحديث ده؟ نحن نسألين الفضل العظيم لسورة البقرة والخواتيم سورة البقرة اللي قيل في سورة البقرة يصحح هذا الحديث لماذا؟ لأن سورة البقرة أو سورة ألي عمران وجهان لعملة واحدة يخرجان من معقول واحد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الظهروين أو السراجين المينيرين في أنهم يأتيان يوم القيامة كغممتان أو كغيبتان أو كطيران صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة نحن نسألين سورة البقرة أول سورة في المصحف بعد الفتحة بعدها ألي عمران إذا كان خواتيم البقرة له الفضل العظيم يبقى بإذن الله خواتيم ألي عمران لها الفضل وإيه ثاني قوي هذا الحديث الفضل العظيم ربنا صلى الله عليه وسلم أولا مواظبت الرسول عليه الصلاة والسلام على قراءة هذه العشر آيات في كل ليلة لما يقوم في السورة الأخيرة من الليلة عشان يصلي صلاة التهجد كان يمسح النوم عن عينيه ويقرأ خواتيم سورة ألي عمران العشر آيات وجاء في فضلها لما نزلت الآيات دي لها من أول قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في قلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول لألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في قلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقين عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما لظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيأتينا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتينا ما وعتنا على رسلك يوم القيامة ولا تخزين أنك لا تخلف المعنى إلى آخر الآيات لما نزلت الآيات دي طويل، قال عليه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات، آيات الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر ففيها آيات التفكر ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللىanger الذين يكونون الله قياما وقودون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض зلك اللي دي قرأ، الأيات دي بما ثابت المتفكر في خلق الله المتفكر في الإعجاز القلقي في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وده في حد ذاته دي عبادة قلبية كان يفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبدالله بن عمر كان يخرج إلى البيداء ويتحنس ويتأمل وينظر إلى السماء ويتفكر ذلك روي عن عبدالله بن عباس وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورويضا روي عن رسول صلى الله عليه وسلم نفسه تفكروا ساعة خيروا من قيام ليلة والعلماء ذكروا الأحاديث دي في تفسير هذه الآيات بل في رواية تفكروا ساعة خيروا من عبادة دي ثمانين سنة فهو ده اللي بيدي الآيات دي هذا الرونق وهذا الصواب العظيم إنها بقيام ليلة إنها بقيام ليلة بدي عبادة قلبية بس حاول بقى أن إنت وإنت بتقرأ الآيات دي تخيل تخيل الأجرام السماوية تخيل السبع سماوات تخيل إن فيه مليارات مليارات من النجوم والكواكب وتخيل إزاي النهار بيهنسرخ من الليل النهار بيهنسرخ منه نسلخ منه النهار تحاول تتخيل بس بقلبك استحضر هذه الآيات العظيمة في قلبك وأنت تقرأ هذه الآيات حيث كتب لك كامل ليلة بحالها حتى التبعيين كانوا يفعلون هذه العبادة لوحد منهم كان يتفكر في آية حتى يخشى عليه ويبوله دمان حتى الصباح فهذه عبادة قلبية سوابها أعظم أن تقف تصلي على رجليك يبعيزنا قراءة الآيات الأخيرة من سورة آل وعمران بمثابة التفكر ويقطب بيهنسرخ لها بقيام ليلة يبعا أنت كده عندك قيام أربعة ليلة ونص صليت الفجر في جماعة قلنا السواب العظيم لها سواب السواب العرش يبعا كده الفجر والعيشة بقيام ليلة ونص خواتيم سورة البقرة يبعا كده ليلة ونص خواتيم آل وعمران كده تلت ليلة ونص صليت أربع رقاعد بعد العيشة وقرأت فيهم بقرأة بمئة آية يبعا كده أربع قيام أربع ليلة ونص فيه عمل تاني بقى تعمله أفضل من قيام نصف ليلة يبعا كده أنت عديت تاخد سواب أكثر من خمس ليلة تصلي ست رقاعد بين المغرب والعيشة تصلي ست رقاعد بين المغرب والعيشة لو أنت صليت ست رقاعد بين المغرب والعيشة ودي الصلاة تسمى صلاة الأوابين الكتاب لك قيام أفضل قيام نصف ليلة ليه؟ روى روى ابن خزيمة في صحيحه من صلى ست رقعات بين المغرب العشاء كانت له بعد عبادة ثنت عشرة سنة يعني كأنه عبد ربنا 12 سنة يعني يدع في ميزاني يوم القيامة عبادة 12 سنة هذه روية أيضا ذكر الإمام القرطبي والإمام ابن كسير والإمام الطبري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعلم جزاء بما كانوا يعملون كانوا يتنفلون كانوا يكسرون من التنفل بين المغرب والعشاء وذكر وذكر أيضا جاءت آثار حسان بنتب ست رقعات بين المغرب والعشاء كلام ده ذكروا ذكروا ابن كسير والإمام الطبري في هذه نقلة عن الأحناف في كتاب مراقي الفلاح ويبايزا هذه السنة عزها الأحناف وعزها الشفعية وأيضا روى عن ابن المبارك عن ابن المبارك وهو من أئمة التابعين كبار التابعين صلاته الأوابين بين المغرب والعشاء ست رقعات بين المغرب والعشاء وهذا الحديث حديث مرسل رجال وسقاط الحديث عبدالله بن مبارك طبعا عبدالله بن مبارك من كبار التابعين من كبار علماء التابعين وأيضا روى في روى عن سيدنا عبدالله بن عمر أنه قال من صلى أربعة بعد المغرب لم يتكلم بينهن رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدري في المسجد الأقصى وكانت له أفضل عند الله من قيام نصف ليلة خلي بالكم الرسالة دي ترفع عليك في عليين يبقى أنت في سنة مؤكدة اتنين بعد المغرب تحط عليهم كمان أربعة على الأقل يبقى ترفع عزيز صلاة في عليين وعليين دي أعلى درجة في الجنة بعد درجة الأنبياء في الفردوس الأعلى وكأنك أدركت ليلة القدري في المسجد الأقصى صعب عظيم جدا ويكتب ليلة قيام أكتر من كنصف ليلة وجاء في سواب هذه الست ركعات إنها اللي بيصليها كان كالمعقب غزوة بعد غزوة يعني واحد بيأخذ في سبيل الله ويرجع ويأخذ تاني وجاء في فضلها إنه يبنى لك قصران عظيمان بينهم مسيرة مئة عام بينهم مسيرة مئة عام فيهما من الثمر والشجر فيهما من الشجر لو أكل منه أهل المشرقي والمغرب الأوسعهم وروية أيضا اللي بيصلي هذه الصلاة وهذه الحديث أكتر من 20 حديث أجمالها الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وحاول إن شاء الله أحط لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو وقبل قلت لحضراتكم إن الشافعية والأحناف عززوا هذه السنة وأجازوها في كتبهم كما ذكروا علماء فإذن هذه السنة قاعدت لها فضاء اللي تحصى وتوفر عليك حزبك في السلسة الأخير من الليل ويشفع عليك ملكان ويشفع عليك ملكان وتغفر دلوبك لو كانت متى وزابة البحر إذا صليت الستر Rogers هكتبك قمتra في الليل لأن الليل يبدأ من بعد المغرب أول أزال المغربي يبدأ لصلاة المغرب اسمها صلاة العشاء الأولى صلي الفجر في جماعة قيم الله بحالها صلي العشاء في جماعة هذه الليل ونوص تقرأ خواتيم سورة البقرة هذه الليل 3 ونوص تقرأ خواتيم سورة قالي عمران العشر القليات الأخيرة هذه السلات 3 ليه ونوص تصلي بمائة آية أربع رقعات بعد العشاء كده أربع ليالي ونص بمئة آية بس تقرأ الأخلاص هاتين بعدين تصلي ست رقعات من المغرب وإرشاء من نصف الليل يبقى أنت كده تكتب لقية من نصف الليل بقى أنت كده تخطيت أكتر من خمس ليالي في الليل واحد فيه إنسان عاقل ده هالسواب طبعا أنت لو وزلت على كده كل يوم يعني أو ما شاء الله يعني تحاول أنك تفعل ذلك كل يوم يبقى تلقى رب العمي سبحانه وتعالى وميزانك عمل إزاي يبقى أن يديروا شتة للوصول إلى فردوس الأعلى فنحاول أكتب لكم كلام ده في الوصف بتاع الفيديو نساقوا هذا كلام ونشرون نشر هذا العلم في ثوام عظيم منعلم علما فإنه أجر ونعمل بيه ومن القيامة لهم ونقوموا زالك من جديد وشيش تبقى الجرس واشتراك في قناة لساعدكم كل جديد ونساعدون لعشرة سورة تربية كل قولة يتصف الله لكم